اشتركوا في القناة التقى رئيس وفد مهارضات في سلطة صنعاء وناضق حركة انصار الله محمد عبد السلام الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وافريقيا ميخايل بوغدانوف وقال عبد السلام في منشور له على قناته في التلغرام جرى خلال اللقاء بحث تدورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة وضرورة العمل على وكف العدوان على فلسطين وإيقاف العدوان الامريكي البريطاني على اليمن واضاف تم التضرب لعمليات البحر الاحمر وانها لا تمثل تهديدا للملاحة الدولية او استهدافا لأحد بل عمليات اسناد للشعب الفلسطيني وردا على ما يتعرض له اليمن من غارات امريكية بريطانية وتابع عبد السلام اكدنا على اهمية التوري الروسي المتفحم لموقف اليمن المساند لفلسطين وشكرنا الموقف الروسي الرافض للعدوان الامريكي البريطاني عليه والداعم للعملية الانسانية والسياسية في بلدنا فاشار عبد السلام الى انه تم استعراض مآلات حالة خفط التصعيد بين اليمن ودور العدوان وضرورة الوصول الى حل شامل يضمن وحدة وسيادة اليمن وتابع كما نقلنا تحييات القيادة الى الرئيس الروسي في الادمير بوتين وجاء اللقاء بين عبد السلام وفغدانوف وسط معلومات عن وسادة روسية بين الرياض وصمعاء بطلب من المملكة العربية السعودية وتشير المعلومات الى ان الرياض طلبت من موسكو التدخل لخفض التصعيد وتجميد الاجراءات المتخذة من الطرفين والعمل على العودة الى التفاهمات السابقة اشكركم على حسن المتابعة والاصغاء ولا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته